في سابقة تاريخية تولت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس منصب رئاسة الولايات المتحدة لمدة ساعة وخمس وعشرين دقيقة لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تحظى بصلاحيات رئاسية جاء هذا الحدث الاستثنائي خلال خضوع الرئيس جو بايدن لفحص طبي روتيني تطلب تخديره ما دفعه لنقل صلاحياته مؤقتا لهاريس عام 2021 بموجب الدستور الأمريكي وبهذا أصبحت هاريس في هذه الفترة القصيرة القائدة العالى للجيش الأمريكي والمسؤولة عن أزرار القوة النووية حيث أدارت مهمها من مكتبها في الجنح الغربي للبيت الأبيض وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن هذا النقل المؤقت للسلطات لا يعد غير مسبوق فقد سبق للرئيس جورد دابليو بوش أن قام بالإجراء ذاته في عوام 2002 و2007 يذكر أن هناك سابقة غير رسمية في عام 1919 حين تولت إيديث ويلسون زوجة الرئيس وودرو ويلسون إدارة الشؤون الرئاسية بعد تعرض زوجها لسكتة دماغية إلى أن وضع هارس يمثل الاعتراف الرسمي الأول بامرأة تحمل سلطات رئاسية في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر